أكدت اللجنة المالية النيابية أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب وذكرت اللجنة في وثيقتنا أن مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 لم يصل إلى أروقة مجلس النواب أو اللجنة المالية وضافت أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب دعية الحكومة للإرساء أو إلى الإسراع في إرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي مؤكدة أن تأمين الرواتب ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية مطالبة وزارة المالية بالإسراع بإطلاق وتأمين الرواتب